اشتركوا في القناة المعارضة ان يضغط الروس على وفد النظام وان يجدوا من روسيا في اجتماعهم يوم الثلاثاء ما يرضيهم وان يتخلوا عن الاصطفاف الى جانب شخص زائل وذلك بعد ان سمعوا من موسكو موقفا جديدا قديما يقولون فيه ان المطالبة برحيل الاسد امر غير مقبول في ملفين الثاني رئيس اقليم كردستان العراق يزور التركيا يلتقي رئيسها اردوغان في اللقاء بحثا ملفات متعددة المعلن منها تنظيم الدولة ومفاوضات جينيب السورية ومعركة المصر المخفي منها بحسب مصادر كردية بحثوا سبول اخراج حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار بالعراق اعادة بشمرقا روج آفا الى سوريا وفي سوريا عملية لدرع الفرات فتحت بابا قبل ايام فاي باب تسدق بعد الباب الحلبية هل يكون لبشمرقا روج آفا دوره في المرحلة القادمة في غرب الفرات وشرحه نحو الرقة على كل لكل ذلك اهلا بكم قال رئيس وفد المعارضة الى جينيب نصر الحريري ان اجتماعهم بالمبعوث الاممي ستيفان ديمستورا كان ايجابيا معلنا ان هناك اجتماع سيعقدونه مع الروس يوم الثلاثاء وعلى هامش مفاوضات جينيب اعلنت الخارجية الروسية ان المطالبة برحيل الاسد لحل الازمة السورية امر غير مقبول اما التفاصيل في تقرير لمحمد الدخيم كسماء جينيب الملبدة بالغيوم مفاوضات السوريين في القاعات المغلقة ملبدة ايضا بهالة من الغموض حول ما يجري فيها وما سينتج عنها في يوم الاثنين اي اليوم الخامس للمفاوضات اعقد وفد المعارضة السورية اجتماعا مع المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا وصفه رئيس الوفد نصر الحريري بالايجابية دون ان يعطي تفاصيل اكثر حول ما اذا كانوا قد قدموا اجابات على مقترحات ديمستورا ام لا والتي تنص على تشكيل ثلاث فرق تبحث بالتوازي مسائل الحكم والدستور والانتخابات اكتفى الحريري بالقول انه سلم ديمستورا مذكرة حول استمرار خروقات وقف اطلاق النار على الارض الاجتماع الثاني الذي كان من المقرر يوم الاثنين بين المعارضة والوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف اجل الى يوم الثلاثاء بحسب ما اعلن وفد المعارضة حيث قال رئيس الوفد نصر الحريري انه يتمنى ان لا تبقى روسيا مرهونة لميليشيات ايرانية على حد قوله متمنيا على الروس ان يقفوا الى جانب الشعب السوري وعدم المراهنة على شخص زائل ويبدو ان امنيات المعارضة لن تتحول الى واقع حيث قال نائب وزير الخارجية ميخايل بوكدانوف ان المطالبة برحيل الاسد لحل الازمة السورية امر غير مقبول بوكدانوف دعا الى تشكيل ما اسماها بهياكل حكم تضم ممثلين عن السلطات الحالية والمعارضة السورية الوطنية على حد تعبيره ودعا بوكدانوف الى تشكيل وفد موحد للمعارضة مشددا على ضرورة مشاركة الاكراد في مفاوضات جينيف ولعل المقترحات الروسية تحاكي مقترحات ديمستورا اغراق جينيف بالتفاصيل حول آليات التفاوض والخطوات الاجرائية ودور منصات موسكو والقاهرة وتشكيلة وفد المعارضة كل ذلك لحرف مسار جينيف بعيدا عن الانتقال السياسي الذي تطالب به المعارضة في تصريحاتها اليومية أناقش هذا الملف مع ضيوفي أحمد كامل كاتب ونصح في ضيفي من جينيف أهلا بك أستاذ أحمد كامل دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس من هناك أهلا بك دكتور خطار هشام جوناي كاتب المحلل السياسي من أسطنبول أهلا بك سيد هشام أهلا بكم ضيوفي على كارم أبدأ معك أستاذ أحمد كامل أنت في جينيف سيد الحريري تحدث بأن اللقاء مع ديمستورا كان إيجابيا كيف ذلك؟ يعني لم يحدثنا لا للنقاط ولا باتفاقيات ولا على أي بنود على ماذا تحدث ووصف اللقاء بالإيجابية؟ ربما يكون ذلك لأن سيد ديمستورا بدأ يتحدث بإيجابية أكثر بحماسة أكثر في موضوع الانتقال السياسي لا يسميه انتقالا سياسيا يسميه الحكم بعبارة فطفاضة وواسعة ولكنه يقبل بأن الحكم يعني نظام الحكم في سوريا كيفية تشكيل نظام الحكم في سوريا هذا تفهم منه المعارضة أن ديمستورا قبل أخيرا بأنه يجب حالا الحديث عن عملية الانتقال السياسي في سوريا إضافة إلى موضوع الدستور وموضوع الانتخابات هذا هو الذي تفهمه المعارضة من أنه شيء إيجابي وطبعا النظام عنده فهم آخر مختلف تماما مئة بالمئة طيب اسمح لي سأبقى معك لكن ديمستورا تحدث سلطة حكم انتخابات دستور بالتوازي وهي تحتاج إلى ثمانية عشر شهرا على أقل تقدير هذه هي عملية تسوية هناك من يطالب بالمفهوم النظام والمفهوم الإيراني لعملية جينيف هي عملية إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات في الظروف الحالية يفوز فيها النظام حتما هذا هو مفهوم النظام وهذا هو مفهوم الإيراني لعملية التفاوض هنا في جينيف وطبعا هذا لا تكمل المعارضة مطلقا وهو مناقض تماما لما نص عليه إعلان جينيف الأول الذي يتحدث عن هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات هي التي تضع الدستور وهي التي تحدد للانتخابات وهي التي تفعل كل ذلك فإذا أعيد مرة أخرى لأن الموضوع بالغ التعقيد بحسب جينيف واحد تنشأ هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تلغى كل صلاحيات بشار الأسد ونظامه تصبح كل السلطة بهيئة نصفها من المعارضة ونصفها من النظام هذه الهيئة هي التي تعد البلاد للانتخابات وهي التي تضع الدستور بينما الآن يسير الأمر بشكل مختلف الآن نتحدث عن الدستور والآن نتحدث عن الانتخابات قبل تغيير النظام وقبل استلام تشكيل هيئة حكم الانتقالي التي تقوم بكل ذلك وهذا طبعا التراجع عن جينيف واحد دكتور خطار كيف تقرأ الستة أيام والخمسة أيام التي مضت كان بطلها فقط ديمستورة يقوم الآن باستخدام المصطلحات الفضفاضة وتحويلها كيفما يشاء وكأنها رسالة روسية واضحة كان الحديث عن حكم انتقالي أصبح الحديث عن سلطة الحكم كان الحديث بعد ذلك عن إقام الدستور وبعدها الانتخابات الآن يتحدث عن ثلاثة نقاط بزاوية واحدة هل فعلا هو جاد بذلك أم كما قال الحريري بأن المعارضة النظام لا يريد عملية سياسية أو سلمية تحياتي لك وللفريق العامل للضيوف الكرام ولكل من يشاهدنا أو يسمعنا نعم عملية جينيف جينيف أربعة بعد السنة واحد السنة اثنين وجينيف واحد جينيف اثنين جينيف ثلاثة التلخيص بالنسبة لي هو الدوران في الحلقة المفرغة لأنه بالطبع كما قال نصر الحريري هذا النظام نظام الكل شيء أو لا شيء أصلا لا يريد العملية السياسية لا يقبل العملية السياسية هو يأتي كي يكرس ما يعتبره انتصار يحاول جذب الناس من أجل تأهيل النظام من أجل إجراء عملية تجميل إعادة الناس إلى بيت الطاعة لكن المهم أن هناك نوع من إفراغ من المضمون وهذا لا يتحمله ديمتسورة ديمتسورة موظف هو يترجم توازنات يترجم عجز المجموعة الدولية هو لن يتمكن من إصلاح ما أفسده الظهر منذ أيام كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي وقبلهم الكثير الأهم الآن أن هناك صمود للمعارضة بالرغم من محاولات إغراقها بالمنصات التي تتوالد وهناك أهمية للقول بأن هناك ثوابت الحل السياسي هذه النقاط التي يذكرها الآن من سورة إن سماها حكم انتقالي أو حكم الأهم أن هناك ثلاثة مواضيع هي الانتقال السياسي والدستورة للانتخابات حسب القرار حسب وثيقة جناب في 2012 الأولوية هي لتشكيل سلطة حكم الانتقالي لكن منذ البداية كنا أمام الغموض غير البناء لأن ذلك جرى ربطه من قبل لفروف ومن قبل بوتين وبسرعة بما سموه الإجماع وهذا يعني كما كان هناك فيتو في مجلس الأمن على كل قرار منقض للشعب السوري من خلال ما يسمى هكذا إجماع هناك تعطيل لعملية الانتقال وعدم الوصول إلى النتيجة نعم لن تتغير المسائل إلا مع تغيير موازين القوى علينا أن لا نكون واهمين إذن المعارضة تلعب اللعبة لكي تثبت أن سياسة الكرسي الشاغر يمكن أن تعودوا عليها بالدرر لكن ليس هناك من رهانات على اختراقات في جناب نتيجة الوضع ونتيجة أيضا عدم موضوع موقف الإدارة الأمريكية حتى الآن طيب ماشي أستاذ يشام هناك دائما كانت الرهانات ربما من المعارضة أو رهان الأكبر يكون على تركيا لكن في جنيف لم نسمع أي صوت لتركيا لماذا برأيك؟ هل التنسيق التركي الروسي على أكمل وجه في جنيف أربعة؟ حقيقة يعني الدور التركي ومنذ البداية كما ذكرت كان أقل من المطلوب فيما يتعلق بالمشاركة بهذه المؤتمرات الدولية التي تتعلق بمصير ومستقبل سوريا كنا ننتظر دور أكبر من تركيا لسيما بعد مباحثات أستانا ولكن لم نرى ذلك الآن في جنيف فعسقت بأن تركيا تعول أكثر على الحوارات الجانبية بينها وبين روسيا وبينها وبين دول المنطقة على سبيل المثال إقليم كردستان العراق في هذا الأسبوع كان البرزاني في أنقرة وقبل بخمسة أيام كان لقاء جمعه أيضا برئيس الوزراء بن علي الدرم في ألمانيا وأيضا الحكومة الجديدة الأمريكية كان هناك أيضا تنسيق فيما يتعلق بهذا الصدد إذن تركيا يعني غابت عن هذه المؤتمرات ربما كان لها تمثيل ولكن لم يكن الموقف التركي المطلوب الحاسم في هذه النقطة وربما أنها تنتظر النقطة التي ممكن أن تبرز ولكن حتى الآن لم نشاهد هذا الدور التركي المنتظر في هذا الصدد ماشي أستاذ أحمد أعود إليك من جديد نذهب إلى اللقاء المفترض مع روسيا تم تأجيله إلى يوم الغد لكن تأجيل استبقه أحداث بوتين صرح من الكزيغستان بأن الأستانة أتت بنتائج إيجابية جدا محمد علوش تحدث رئيس وفد المعارضة في الأستانة بأنه عدنا من الأستانة بأكياس من الوعود لكنها لم تنفذ الروس يتحدثون بأنه المطالب برحيل أسد أمر غير مقبول المعارضة متفائلة ما الذي يحدث؟ متناقضات هل كانت توضح لنا بعضا منها خصوصا في الجانب الروسي؟ الروسي يعني كما قال محمد علوش وعد بالكثير ولكنه لم يحترم ولا واحد من وعوده وهذا شيء معتاد ومتوقع من الروسي كما هو معتاد ومتوقع من الإيراني ومعتاد ومتوقع من النظام نحن أمام ثلاثة أطراف محترفة للكذب النظام السوري وروسيا وإيران تقريبا كل كلمة يقولونها فيها كذب كل جملة يقولها المسؤولون الروس فيها كذب وفيها تلاعب على الحقيقة وفيها تزوير للحقيقة هذه هي الأطراف التي وقع الشعب السوري بين براثمها نظام كذب وإيران كذب وروسيا تكذب وتتبع سياسات قائمة على الخداع والمراوغة ولذلك الوفد المعارضة في وضع لا يحسد عليه هو محاصر بالكذبين ويتم إغراقه بمنصات بشخصيات تابعة للنظام وتابعة لروسيا هدفها وجودها هنا فقط للتشويش عليه فقط لممارسة الضغوط عليه فالوفد فعلا في وضع حرج جدا في وسط معادي تماما الغياب الأكبر الغياب الأكبر هو الغياب الأمريكي أنا شاركت وشاهدت كل مفاوضات جنيف الأولى والثاني والثالثة والرابعة دائما كان السفير الأمريكي يحظى بهالة عندما تحصل الاجتماعات هو الذي يتكلم كل الأنظار توجه إليه الناس تنتظر السفير الأمريكي ماذا سيقول البارحة أول البارحة شهدت اجتماعا كان فيه السفير الأمريكي وكان يجلس بالزاوية وكأنه سفير نيكاراغوا لا يتحدث كثيرا لا يسأله أحد ما هو رأي الولايات المتحدة الأمريكية كان وكأنه ضيف غير مرغوب به أبدا ولا يتحدث ولا هو يريد ولا أحد يسأله هذه الصورة لسلوك السفير الأمريكي تعطينا صورة تماما فكرة تماما عما يجري هناك إذا كان مقلوف الأمريكي لم يتغير سواء كان تراب أم أوباما على ماذا تعول المعارضة بلقاها مع الروس يعني لا أعتقد بأنهم يعولون كثيرا على الموقف الروسي بالعكس باتها مقبولا من الجميع ويتوقعه الجميع أن تكون هذه المفاوضات في جينيف ربما تكون الأخيرة وأن يتحول الأمر كله إلى الأستانة وبالتالي باستفراد روسي مطلق هذا ما يهدد به النظام على فكرة وهذا ما يتوعد به الروس من أنه إذا الأمور لم تسير جيدا في جينيف وهي لن تسير جيدا أبدا فلدعي لجينيف ونتواصل في الأستانة نعم طب دكتور خطار إذا ما فائدة وجود أمريكا حتى كمراقب لماذا لا يوجد هناك أي سياسة أمريكية حيال ما يحدث في جينيف هل من الممكن يكون كل ذلك تنسيق روسي لكن مقابل ماذا لا ليس هناك تنسيق روسي أمريكي في هذا الموضوع يعني مرحلة الهدايا التي أعطيت للسيد بوتين استمرت بشكل منفتوح من سبتمبر 2013 حتى إسقاط حلب حتى بداية عمل إدارة ترامب علينا الشعب السوري تحمل حتى الآن الكثير بعض الصبر الاستراتيجي حتى تبدأ هذه الإدارة عملها على ما يبدو اليوم قدم البنتاجون خطة القضاء على داعش السيد ترامب يريد السهير خطوة خطوة يريد القضاء على داعش يريد ترتيب المناطق الآمنة يريد إخراج أو تقليص دور إيراني من اللعبة السورية وبعد ذلك يريد التكلم عن الحل لا أدري كيف سيرتب أولوياته لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن غير راضية على هذا الدور الروسي كما هو اليوم لأنه يغطي فعلا هذا التمدد الإيراني في الأقليم وهذا على ما يبدو لا يتلماش مع خطط الإدارة الأمريكية الجديدة سننتظر ربما في هذا الموضوع حتى نفاجأ بشكل سلبي أو بشكل إيجابي لكنني أظن الأهم هو أن هناك أمم المتحدة هناك دول أوروبية هناك قوى إقليمية المهم نعم الحفاظ على عملية جناب وعدم الرضوخ لمبدأ استبدال عملية أستانا أن تكون الأستانا البديل عن جناب هذا فخ يجب عدم الوقوع فيه وأظن أن هناك جهد لعدم الوقوع بهذا فخ هذا منتظر العملية التي حصلت في حمص اتخذها النظام دريعة هو الآن يدمر من الوعر إلى إدلب إلى الغوطة إلى درعة ولا أحد يرفع الصوت ويحاول دوما أن يقول برأيي أيضا على المعارضة أن لا تخشى أن تطرح موضوع مكافحة الإرهاب وأن تجابه النظام والعالم بهذا التواطئ القائم ضد الشعب السوري وكيف أن النظام مع ما يسمى داعش يكملان بعضهما البعض وهذا ما أثبت في الباب وغير الباب هناك إذن أولويات يجب أن تفرز وهناك أداء سياسي بالطبع الجعفري كما الروسي يحاولون دوما إنهاء جناب لكن أعتقد أن الغرب في هذا الموضوع مهما كانت مشاكله يرفض إنهاء جناب والدول الإقليمية المعنية أيضا ترفض إنهاء جناب ولن يكون بالسهل اختزال كل العملية السياسية بأستانا ولاحظنا حتى الآن أن الرئيس بوتين الذي يطرح نفسه قوة عظمة لم يتمكن من إقناع إيران والنظام السوري بإيصال حليب الأطفال أو بعض المؤن للمحاصرين هنا وهناك في كل الأنحاء السورية نعم طيب أستاذ شامل صديق الروسي الآن يصر على الوجود الكردي في جنيف وأنت تعلم من هو حليفهم هم منظمة إرهابية بالنسبة لتركيا ما هو التصرف التركي إذن؟ يعني حقيقة تركيا أعلنت أكثر من مرة أن البيا دي خط أحمر لا يمكن أن تعترف بشرعية هذا التنظيم إلا أنه إرهابي بحد طبعا قول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة بشكل عام أكدت أنها لن تعترف بهذا التنظيم إلا إلا تنظيم إرهابي وأكدت أن بعد الباب سوف تأتي عملية تحرير منبج التي يسيطر عليها أيضا البيا دي هنا أعتقد بأن زيارة الرئيس التركي الأسبوع المقبل إلى موسكو التي سيلتقي فيها الرئيس بوتين ستكون هذه القضية المحورية في النقاشات التي ستدور بين الرئيسين نعم الحكومة الروسية تدعو مشاركة بيديف كعضو فاعل طبعا بعملية السلام طبعا في المحادثات التي تدور في جنيف ولكن تركيا ترفض حتى أن تتواجد في نفس المكان الذي يتواجد فيه هذا التنظيم ولذلك سيكون هذا المحور محور النقاش قوي بين تركيا وروسيا في اللقاء الذي سيتم في الأسبوع المقبل ولكن تراجع الحكومة التركية معا الاعتراف بهذا التنظيم كتنظيم إرهابي ليس واردا على الأقل في الأمد القصير ماشي أستاذ أحمد هل سيستطيع ديمستورا أن يقوم بتحويل المفاوضات من جنيف إلى أستانا وما الذي يمنعه هذا إذا بقي في منصبه المعلومات تقول بأنه لن يبقى في منصبه لأن هناك لأن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة جوتيريش يختلف عن بنكيمون له نظرة مختلفة نسبيا عن بنكيمون وأصلا ديمستورا هو مبعوث بنكيمون والتقاليد كانت تفرض عليه أن يستقيل بعد نهاية ولاية بنكيمون ولكن ربما يكون أحد ما أو ربما سيد جوتيريش طلب منه أن يستمر مؤقتا الأرجح أن ديمستورا لن يبقى وديمستورا إذا بقي فهو يريد أن يبرر عمله ويبرر بقاءه وبالتالي هو متمسك بجنيف وهو واقعي إلى أقصى درجات هو الآن ترك الجانب العسكري وترك الجانب الأمني وترك الخروقات وترك المناطق المحاصرة وترك الجانب الإنساني كل ذلك رمه إلى أستانا لكي يبقي على جنيف لكي يبقي على جنيف وبالتالي الأرجح أن أستانا سوف تبقى ولديها الملفات الحقيقية الجوهرية ولديها الأطراف الفاعلة لديها الفصائل العسكري ولديها روسيا ولديها تركيا ولديها إيران وبالتالي ويترك لجنيف المسرحيات التي تحضرها المنصات والتي تشبه ما يشبه السرك والتهريج الذي لا معنى له هذه هي جنيف حاليا هي سرك وتهريج بدون أي معنى وبدون أي مضمون كيف يمكن رابط تصريحات الرئيس الروسي في كزخستان بأن الأستانا نجحت وكان لها دور إيجابي ونربطها أيضا بأن مجمل وكل الأحداث ستذهب إلى الأستانا إذن هناك ضغوطات ربما تمارس بأن يرحل كل الموضوع سواء كان المساعدات أو المسرحيات كما وصفتها السيد أحمد إلى الأستانا وهناك القوى الروسية نعم هناك جهد في هذا الموضوع والأمر كله يتوقف على الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن الإدارة الأمريكية غائبة كليا في حالة غيبوبة لا يوجد سياسة ولا يوجد حتى حضور في هذا الموضوع ولكن هذا على الأرجح لن يستمر إلى الأبد يستمر أسابيع إضافية شهر أو شهرين ربما في حد أقصى أربعة أشهر وسوف تعود الولايات المتحدة الأمريكية دون شك بسياسة جديدة مختلفة كليا عن السياسة السابقة هي مسألة وقت وتدرك الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع أن تعيش كما تعيش الآن من دون سياسة خارجية بهذه المنطقة الحساسة فإذا الروسي يحاول استغلال الغيبوبة أو الغياب الأمريكي إلى أقصى درجة ولكن هذا لن يستمر إلى ما لا نهاية دكتور خطار غريب موضوع الأمريكان هل فعلا هو غياب هل فعلا أن الأمريكان غير منسقين مع الروس لأنه إذا تلاحظ بتصريحات الأمريكان ضد إيران طيب ما هو إيران له دور كبير في ما يحدث في سوريا يعني كل الميليشيات الإيرانية هي متواجدة واضح طيب أين يكمن الدور الأمريكي إذن الذي لا نسمع منه مقابل إيران سوى التصريحات الرنانة نعم من أجل يعني حتى تقلع آلة الإدارة الأمريكية كان هناك إشكالات البعض قال مع رئيس عادي يتطلب الأمر مئة يوم مع رئيس مثل ترامب يتطلب الأمر مئتين يوم أقول أنه تحت ضغط الأحداث عندما قامت إيران بإجراء تجربة قاموا بفرض عقوبات وكل المعلومات تشير إلى أنهم يضغطون على إيران في الكثير من الأمكنة ومن شروط الحوار التي قدمت إلى الروس عدم بقاء هذا الدور الإيراني الكبير في سوريا الأمر لن يحل بين لحظة وأخرى مكاسب بوتين لن تخسر في سوريا بين لحظة وأخرى بوتين عمل كل شيء لينتزع الورقة السورية لن يضعها على الطاولة لن يسلمها لأحد قبل أن يأخذ أثمان كبيرة معينة ولذلك كما قلت يتطلب الأمر هذا الصبر الاستراتيجي لا أقول ذلك لأبيع الأوهام لأنه ليس هناك من بدائل لأن روسيا كل ما تريده من الناس هو التوقيع على سق الاستسلام وبرأيي ليس هناك من هو مستعد للتوقيع على سق الاستسلام والعودة إلى بيت الطاعة ومن هنا الانتظار الدبلوماسي الصمود على الأرض ما هو مؤسف أن تنظيم هذا الصمود على الأرض لا يتم بالشكل المطلوب ومن المؤسف أيضا أن من سمى أنفسهم أصدقاء للشعب السوري في الأساس تقاعسوا عن القيام بمهمة فعلية إنقاذية أو مهمة مواكبة هذا الصمود نعم طيب أستاذ هشام هل الصمت التركي الذي نشهده هو سببه قادم من أجل إنعطافة تركيا على الموقف الروسي وتقارب إلى الموقف الأمريكي أم لا خصوصا بأن هناك تنسيق في التصريحات سعودية تركية أمريكية فيما يخص إيران عودش الخصوص حقيقة عندك حق أيضا هناك شق آخر أضيفه لما قلت وهو الشق الداخلي تركيا مقبلة على استفتاء سيغير كثيرا من مجريات الأمور في الداخل التركي وسيقوي ربما نتيجة هذا يد أردغان في السياسة الخارجية أيضا هذا الموضوع يجعل الحكومة تنتظر إلى ربما نهاية هذا الاستفتاء أما على الصعيد الأمريكي نعم عدم وضوح سياسة الولايات المتحدة بالنسبة لسوريا يغيب أيضا الرأي التركي إلى حد كبير فتركيا ما زالت عضوة في حلف شمال الأطلسي وحليف استراتيجي للولايات المتحدة لا تستطيع أن تخيل بكل هذه الاتفاقيات وتتخذ موقف بمفردها وأيضا التنصيق الروسي موجود صحيح ولكن التحرك التركي في القضايا الإقليمية أو في قضايا الداخلية دائما يكون مع حلفائها في الغرب مع حلفاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذن هنا تركيا تقوم بإبداء رأيها في القضايا مثل مثلا محاربة الإرهاب ومكافحة داعش وربما أيضا القضية الكردية لها أيضا خطوط حمراء كما أيضا عملية الرقة التي تنتظر تؤكد الحكومة التركية ضرورة وجودها ولكن فيما يتعلق باتخاذ حلول أو المبادرة في الحلول الجذرية في القضية السورية تركيا تنتظر اتخاذ الأولايات المتحدة وحلفائها في الغرب موقف واضح لكي تسير في هذا النهج أما زيارة طبعا أردغان كما ذكرت فهي حبلة للكثير من النتائج التي ننتظرها فيما يتعلق بالقضية السورية نعم أستاذ أحمد كامل المعارضة تحدثت بأنه لن تعلق المفاوضات وفاهمة لعبة النظام طب ما الفائدة من الاستمرار هل سنشت تعليق المفاوضات أم لا من قبل المعارضة لا لن تنسحب المعارضة من هذه المفاوضات لأن هذا ما يريده النظام ولأن هذا لن يكون مفيدا لها سوف تستمر وتقول إلا إذا وضعت أمام خيارات صعبة للغاية مثلا إذا قبل ديمستورا ما طالب به المدعو قدري جميل من أن يكون هناك منصات متساوية وأن تكون المنصات بلا نهاية يعني موسكو والقاهرة وأستانا واحد وحماميم ويروت بمعنى أن المهزلة تصبح مهزلة بلا نهاية الآن المهزلة مضبوبة هل تتوقع أن يحدث ذلك أستاذ أحباد أنك متواجد هناك ومنصة القاهرة فقط لا أعتقد لأن ديمستورا يريد للمفاوضات أن تستمر والأمم المتحدة تريد للمفاوضات أن تستمر في كثير دول تريد أن تريح ضميرة تقول نحن نفعل شيئا خاصة لأمم المتحدة وحتى أمريكا في فترة عدم جاهزية للعب دور الآن تريد أن تستمر هذه المفاوضات حتى لو لم تسفر عن شيء ولكن يريدون لهذه الحركة الشكلية أن تستمر إلى حين أن يحصل شيء ما فإذن هي سوف تستمر ولن تتوقف المعارضة بكل حال لن تنسحب منها شكرا لك أحمد كامل كاتب ونصح في ضيفي من جينيف شكرا لك دكتور خطارة أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاريس ضيفي من هناك لطفة منك أستاذ هشام جنيه ابقى معي الحديث في المحوال الثاني في المحوال الثاني